قال التحالف العربي بان قواته رصدت ووثقت عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخة من ميناء الصلف اليمني واضف التحالف بان عملية تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري روابي انطلقت من ميناء الحديدة مؤكدا باستخدام البلشيات ميناء الحديدة مركزا رئيسيا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الايرانية واكد التحالف بان البلشيات تتخذ من الحديدة والصريف مركزين رئيسيين للاعمال العدائية وتهديد الامن البحري